تحذير خطير أطلقه فريق الخبراء المعني باليمن والمكلف بموجب قرار مجلس الأمن 2342 في مقدمة تقريره الأخير المقدم لاجتماع مجلس الأمن نهاية يناير الماضي حول مستقبل اليمن التقرير قال إنه بعد قرابة ثلاث سنوات من النزاع يكاد اليمن كدولة أن يتلاشى من الوجود فبدلا من دولة واحدة هناك دويلات متحاربة وتخوض صراعا إقليميا بأدوات محلية يتحدث التقرير الأممي عن قيام التحالف بإضعاف حكومة الرئيس هادي بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات التابعة له في الجنوب والتي تسعى لتحقيق أهداف خاصة بها التهديد الحوثي كان حاضرا كتحدي يواجه الدولة اليمنية إلى جانب الجماعات الإرهابية يضاف إلى ذلك اعتبار ما يدور في اليمن جزءا من حروب بالوكالة بين أطراف إقليمية ودولية إيران ظهرت في التقرير الأممي كلاعب رئيس يهدد مستقبل اليمن ويعمل على دعم ميليشيا الحوثي بالأسلحة والأموال والألغام البحرية المهددة للنقل البحري التجاري والاتصالات البحرية الجانب الاقتصادي كان حاضرا كتهديد يلقي بضلاله على مستقبل اليمنيين بسبب عدم السيولة وعدم دفع مرتبات الموظفين وظهور تجار حروب وسوق سوداء واستحوذت ميليشيا الحوثي على النصيب الأكبر من الانتهاكات وعمليات منع المساعدات الإنسانية وإعدام خصومهم خارج القانون صلت التقرير الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون من قبل ميليشيا الحوثي شمالا والقوات التابعة للتحالف في المناطق الخاضعة لسيطرتها وبحسب التقرير فقد ارتكب جميع الأطراف في النزاع طوال عام 2017 انتهاكات على نطاق واسع للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأحدثت الغارات الجوية التي يشنها التحالف واستخدام الحوثيين العشوائي للدخائر المتفجرة طوال معظم عام 2017 آثارا غير متناسبة على المدنيين والهياكل الأساسية المدنية استمرت أسرة صالح حاضرة في المشهد حيث قال التقرير إن خالد علي عبدالله صالح يسيطر على أموال أسرة صالح وأجرى تحركات خلال عامي 2016 و2017 منها ما يتعلق بشراء صفقات أسلحة شكت تقرير من عدم تجاوب الحوثيين مع رسائله ورفض التعاون معه ولم يتمكن من الوصول إلى مارب والمكلة فيما التقى برئيس الحكومة في عدن وأبلغ الحوثيون الفريق بعدم رغبتهم في التعاون معه